اشتركوا في القناة قبل كده عن العدالة يمكن نحتاج بعض التفاصيل في مثل هذه الأمور لكن النهاردة احنا عاوزين نؤكد على معنى مهم جدا كيف يمكننا حماية الصورة حماية الصورة عاوزة تشريعات وعاوزة سياسات عاوزة أليات وعاوزة قرارات لأن اظن حضراتكم سمعتوا معايا نفس اللي انا سمعتوا عن امكانية ان يصدر قانون لحماية الصورة لكن الصراحة لما شفت بعض الأمور التي تتعلق بمسألة حماية الصورة وما نشر لأن يكون ذلك فحوى للقانون الذي يتعلق بحماية الصورة أنا الصراحة زهلت زهلت لأنه الكلام اللي كتب في هذا الشأن كان كلام بسيط جدا لا يرقى اطلاقا لأن يشكل استراتيجية استراتيجية متكملة منظومة من الأليات منظومة من القرارات منظومة من السياسات منظومة من القوانين عشان نحمي صورتنا أظن أن صورتنا بيتهددها مخاطر كبيرة جدا وأظن إحنا عارفين إيه هي هذه المخاطر لو إحنا فاكرين إحنا تكلمنا قبل كده أن صورة 25 يناير ولد معاها صورتين مهمتين الثورة الأولى هي الصورة المضادة التي جعلت من العناصر التي تتعلق بمصالحها الأنية ومصالحها الأنانية هي مجال لعملها مجال لمواجهة هذه الصورة المباركة في 25 يناير مجال لمواجهة كل ما هدفت إلي هذه الصورة وكل ما حققتهم من مكتسبات لأن نجاح صورة 25 يناير هو على طول بمثابة فشل للصورة المضادة في مواجهة صورة 25 يناير ومن ثم كل ما انتقلت هذه الصورة من نجاح إلى نجاح يعني ذلك أن تنتقل الصورة المضادة من فشل إلى فشل وكل ما حققت هذه الصورة مكتسبات وأرض جديدة ذلك يحصر الصورة المضادة في منطقة ضيقة وتدخل إلى جحورها مضحورة مضعورة المعاني دي كلها معاني مهمة معاني مهمة وإحنا بنواجه هي إيه الصورة المضادة وما تعتمد عليه من أدوات في الدولة العميقة أظن إحنا متذكرين ده كله ده الأمر والملف اللي عادنا نتكلم فيه سنة ونص سنة ونص في المرحلة الانتقالية كانت كل هذه الملفات للأسف تفتح ملف بعد ملف كانت هناك قوة معينة ممكنة بشكل أو بآخر في محاولة إجهاض هذه الصورة المباركة السورة التانية اللي بتولد مع الصورة المضادة مع صورة 25 يناير والطورة المضادة التي تتلازم معها في هذا الإطار صورة بتسمى صورة التوقعات إذا كانت صورة الصورة المضادة بتؤدي وبتحاول أن تحدث عملية إجهاض لصورة 25 يناير فإن صورة التوقعات بتعمل إجهاض لصورة 25 يناير أنا هنا مش عاوز أظلم حد ولا عاوز أظلم شعبنا ولا عاوز أظلم مطالبات هذا الشعب العظيم اللي تحمل فترة طويلة من الزمن اللي بيتضرب الآن على المطالبة بحقوقه وإحمايتها إحنا مر علينا وقت كبير جدا من الرؤساء السلاس الذين أتوا في الجمهورية الأولى هؤلاء كانوا بيعتبروا نفسهم ويتحدثون نيابة عن هذا الشعب يتحدثون عن إرادته وقد يفعلون ما يغير هذه الإرادة بشكل من الأشكال ولذلك لا الأمر تغير صورة 25 يناير تقول أن الأمر تغير أن هذا الشعب في هذه المعادلة صار رقما صعبا لا يمكن بأي حال من الأحوال تناسيه ولا القفز عليه أو تغافله أو تجهله خلاص هذا أمر مقرر يجب أن يعرفه القاسي والداني في الداخل قبل الخارج في الخارج قبل الداخل هذه مسائل غاية في الأهمية حينما نريد أن نؤكد لكن لو أنه الثورة التي تتعلق بالإجهاد اللي هي الثورة المضادة والثورة التي تتعلق بالإجهاد اللي هي صورة التوقعات اللي الطلبات كثيرة جدا صعب جدا على أي منظومة سياسية أن تواجه هذه المطلبات في وقتها وفي حينها ولذلك كلمنا كتير إزاي نتعامل مع هذه المطلبات إزاي نجدولها إزاي نحقق ذلك في وجود حزمة واستراتيجيات من السياسات العامة تنهض بها أولئك الناس وتنتقل بهم نقلة نوعية هن الكلام ده لكن الشيء المهم جدا أنه إحنا لما هذا هذا الذي يريد أن يجهد يجهد الصورة وهذه المطالبات التي تجهد الصورة ماذا نحن فاعلون أيوة أنه لهم مصلحة في هذه الصورة الحقيقية واستمرارها والحفاظ على مكتسباتها واستمرارية تحقيق أهدفها والآليات المهمة التي تحدد وتترجم كل هذه المطالبات على الأرض إحنا عملنا إيه؟ هو ده السؤال الحقيقي إزاي إحنا نحمي الصورة كيف نتعامل مع هذه الصورة المباركة حتى يمكن أن نحمي هذه الصورة في كل بكل طاقتنا وبكل إمكاناتنا خلينا نتكلم عن شيء مهم جدا في هذا السياق لو إحنا عاوزين نحمي هذه الصورة يبقى إحنا بنتكلم على أربع أشياء مهمة الشيء الأول هو الذي يتعلق بتوسيق هذه الصورة جزء من حماية الصورة أن إحنا نوسق أحداثها هل معقول أنه لم تقم هناك هيئة حقيقية وهيئة جادة تنجز هذا العمل الذي يتعلق بتوسيق هذه الصورة المباركة 25 يناير إحنا قربنا على سنتين ومع ذلك ليست هناك هيئة تقوم بعملية التوسيق عملية التوسيق والأحداث تجري على أعيننا ومع ذلك لم نقم بأي حال من الأحوال بعمل هيئة تقوم بتوسيق هذه الصورة المباركة وبرصد يوميتها وبرصد تحديتها وبرصد الأحداث وعالم الأحداث اللي بيطابق بها شيء عجيب لا ده كده إحنا بنسهم في طمس هذه الصورة أنا بقول لكم إحنا فعلنا ماذا فعلنا في هذا الباب التوسيق ده نوع من البيان الذي يتعلق بهذه الصورة هذا التوسيق يمكن أن يستند إليه في التعليم الذي يرتبط بهذه الصورة والوعي بها والوعي بالمكتسبات التي يمكن أن تحققها في هذا الإطار مسألة مهمة جدا مسألة توسيق الصورة التوسيق ده يمكن أن يكون بأشكال متعددة يمكن أن يكون أيضا بالصناعة الرمزية التي تتعلق بالدولة في هذا الإطار أيها أنا عاوي شوية أتكلم عن الصناعة الرمزية التي تتعلق بالدولة أولا الشعب ده مش كل يوم بيعمل صورة ومن ثم الاهتمام بهذه الصورة والاهتمام برمزيتها ورموزها الاهتمام بشهدائها ومصبيها الاهتمام بكل أحداثها مسألة غاية في الأهمية في هذا السياق لأن ده من قدرات الدولة الرمزية قدرات الدولة الرمزية تتمثل في إنها بتقوم بتدبيج وتأصيل عالم أحداثها ونشر على العالمين خلوا بالكو ده مش بس بيتعلق بالداخل ده كمان بيتعلق بالخارج صورة مثل هذه تحتاج منا عمل كبير في التوصيق في التدقيق في عمل كل المسائل والملفات التي تتعلق برمزية هذه الصورة لازم كمان نعمل أشياء تتعلق بالعدالة الانتقالية فيما يتعلق بشهداء هذه الصورة ونطلق بعض أسماء هؤلاء الشهداء على شوارع مصر وفي كل مكان عاوزين الصورة تحضر في كل مكان ده جزء من الوعي بالصورة والعمل على حمايتها دي مسألة مهمة جدا إذن لازم تصدر تشريعات تتعلق بعملية توثيق الصورة ولازم تبنى مؤسسات وهيئات تقوم بعملية توثيق الصورة صورة 25 ميناير مش مجرد حدث يمر مش مجرد أبدا إن احنا نتوقف عنده ونتكلم عنه بشكل من الأشكال ونقعد نحكي عنه لكن ما بنوسقش ما بنوسقش من مصادر أساسية تتعلق بهذه الصورة المباردة إحنا عندنا إيه أكتر من كده أنا عاوز أقول إنه الأطر الثقافية والأطر الفنية لم تقم بواجبها في توثيق هذه الصورة أيوة نعم الله أنا للوقت لما اتفرج على التلفزيون واتفرج حتى على الأعمال الدرامية حدث الصورة مش موجود كأنه أريد لي هذا الحدث أن ينطمس أو أن يختفي ده شيء خطير جدا ذاكرة الصورة ده شيء مهم جدا ذاكرة الصورة يعني وعي وعي الناس ووعي الجماهير ونقل هذا الوعي حتى على المستوى الإنساني والمستوى لما نقول أن هذه الصورة صورة إنسانية حضارية سلمية بنؤكد هذه المعاني كلها في إطار عملية توصيق لازم حتى كمان كل هذه الأمور المسائل التي تتعلق بالتوصيق تترجم وتقوم بعمل أفلام تسجيلية وتقوم بعمل أشياء غاية في الأهمية مشاركة المرأة في الصورة مشاركة الشباب في الصورة مشاركة الأطفال في الصورة مشاركة الفنانين في الصورة مشاركة المثقفين في الصورة هذه كلها أعمال ومسالك وأساليب وسلوكيات يجب أن توصقها هذه الصورة ده نمر واحد في حماية الصورة نعم التوصيق التوصيق هو ذاكرة الصورة التي يجب ألا تنتمس الأمر الثاني اللي بيتعلق بهذا هو أمر يتعلق بالقصاص لازم تصدر قوانين تمكن من قيام بعمل ما يمكن تسميته بجيل تاني من المحاكمات أيوة نعم جيل تاني من المحاكمات جيل يتعلق بتهمة الإفساد السياسي النجد لما بنيجي نتكلم عن هذا الأمر بيقول لك ما فيش حاجة اسمها تهم اسمها الإفساد السياسي ده كلام غير صحيح لو إحنا بنتكلم عن الإفساد السياسي بنتكلم على الأقل عن تهمتين يمكننا أن نحولهما إلى قضايا جنائية تزوير الانتخابات والتعزيل أظن ده شيء مهم هل يمكن ويؤقل بأي حال من الأحوال ده كل واحد في مصر عنده مظلمة قبل هذا الرئيس المخلوع وقبل جهازه الخمسة وتمانين مليون مصري كل واحد له مظلمة وله شكوة إحنا عاوزين نعمل مؤسسة تتلقى هذه الشكاوة وإمكانية أن تتحول إلى قضايا يمكن أن نرفعها على هذا النصاب البائد بكامله وبشخصه هذه مسألة مهمة جدا لابد وأن نحدث هذا العمل المهم ناخد بقى قرابات نعمل تشريعات نقص السياسات نبني استراتيجيات مش معقول يا ناس مش معقول المسائل كلها تطلع براءات ونوئة سكتين المسألة تتطلب مننا عمل مهم جدا التخطيط لجيل ثاني من المحكمات الجيل الثاني من المحكمات لازم يكون فيه قانونيين لازم يكون فيه قانونيين شرفاء ولازم يمكن أن يكون به هؤلاء البشر الذين يعطون أدلة جديدة في كل هذه الأمور التي حدثت هو ده نوع من التوثيق للصورة كمان نعم التوثيق الحقيقي للصورة لأن الأحكام التي تريد أن تصمس هذه الصورة وكأن شيئا لم يحدث كأن هؤلاء لم يموتوا كأن هؤلاء لم يستشهدوا كأن المصابين هؤلاء لا أحد يعرف من فقأ عيونهم أو من أصاب أكسادهم لا مش معقول ده مسألة خطيرة جدا ده تزييف وتزوير على التاريخ ومن ثم أنا بقول جيل ثاني من المحكمات لا بد وأن يكون أصل من الأصول التي تتعلق باستراتيجية العدالة الانتقالية من غير كده مش هنقدر نعمل أي شيء ولا نرضي الناس اللي وقعت فداءا لهذه الصورة وضحت بدمائها ثمنا لهذه الحرية الأمر المهم التالت في حزمة قوانين حماية الصورة هو المسألة التي تتعلق بالفساد نعم مش ممكن أبدا نصل إلى هذه الحدود ونحن نعرف أننا ما فتحنا من ملف في أي مؤسسة من المؤسسات أو وزارة من الوزارات أو أي مكان من الأماكن ونجد أن هذا مليء برائحة فساد تسكم الأنوف لابد من التعامل مع هذه الأمور استراتيجية لمكافحة الفساد جهاز قادر على مكافحة هذا الفساد وتكون هذه مهمته الناس هتقول لي تب فين أجهزة الرقابة تب فين لا على ما نصلح أجهزة الرقابة تكون خربة ملطق تكون مؤسسات الفساد استطاعت أن تقوم بكل عملها في إخفاء المستندات التي تتعلق بعمليات الفساد الممنهج والمنظم الذي أحدث وصاب فيه الفساد مؤسسات مؤسسات ممكنة على الأرض لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نقول أن حماية الصورة تأتي أيضاً من خلال مواجهة ذلك الفساد الفساد ده بيعمل أشياء خطيرة جداً الفساد يأكل الإنسان ويأكل التنمية أكتر من كده بيبدد صروة هذا الشعب في إطار عملية فساد وإفساد فيخرب العمراء ولذلك قالوا كده إن إذا أتى الاستبداد أتى معه الفساد على طول وإذا أتى الفساد كان قرينه الاستبداد علشان كده إحنا عاوزين نؤكد على هذه المعاني كيف نواجه الفساد دي سياسات مهمة جداً يجب أن نقوم بها ونقوم عليها الأمر المهم الذي يتعلق أيضاً بالفساد إنما يرتبط بالقدرة على مواجهة ليس فقط هذه الأمور التي تتعلق بالفساد داخل المؤسسات وداخل الجهاز الإداري ولكن فساد الشخصيات العامة التي عليها قدر من المسئولية وتتمتع بقدر من السلطة وأفسدت خانة الأمانة خيانة الأمانة كانت بداية من رأس هذا النظام الرئيس المخلوع لما يسلم البلد لابنيه ولزوجته ده معناه إنه هذا الفساد صار فساداً عائلية ومؤسسية وممنهجاً ابن خلدون بيقول حاجة مهمة أوي في المقدمة قال لك تجارة السلطان مضرة بالرعاية مفسدة للجباية أيها ما هو مش معقول لما يدخلوا دولي الاقتصاد ويعملوا في مجال الاقتصاد ويفسدوا كل الحركة الاقتصادية لأن الحركة الاقتصادية لم تعد في حقيقة الأمر حركة تنمية ولكنها أصبحت في الحقيقة حركة فساد وإفساد هذا هو المعنى اللي احنا عمالين نتكلم فيه مواجهة هؤلاء محاكمة هؤلاء القيام بعملية التطهير بناء التطهير قبل التغيير والتعمير مسألة مهمة جداً ومن ثم لابد أن تكون هناك أجهزة حقيقية تقوم على هذه المسألة الفساد بجناحيه وببابيه الأربع أمور دول هم اللي هيحموا الصورة يحموها من كل أعدائها يحموها من الصورة المضادة يحموها حتى من صورة التوقعات لأن الناس حينما طرى هذه الأمور وطرى أن هناك عملاً جاداً على الأرض ينضب بأعمال وقوانين ومحاسبات غاية في الأهمية هيروا أن هذا عمل جاد ساعتها هم يمكن ما يطلبوش بمطالب فئوية أو على الأقل يمكن ينتظروا على مطالبهم الفئوية بس هم عاوزين يشوفوا أن القيادة السياسية تسير في الطريق الصحيح وتسير في الطريق السليم وأول الغيس قطرة وأول الإصلاح من مثل القيام بهذه الأمور لما بيقول الإمام بن القيم أنه الفساد السياسة ما كانت معه الأمور أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد تحتاج منا أننا نمشي في المصارين مصار يتعلق بمواجهة الفساد ومصار يتعلق ببناء الإصلاح ببناء التنمير ببناء العمران لأنه كلما زادت مساحات الصلاح انحصرت مساحات الفساد وكلما زادت مساحات الفساد انحصرت مساحات الإصلاح مش ممكن بعد صورة تنحصر مساحات الإصلاح مش ممكن نرى ما نرى داخل الوطن وبعد كده نقول إنه فيه إصلاح المسألة المهمة جدا حاجة بقى تتعلق كمان مش بالتشريعات والسياسات بروح المجتمع العام وروح التوافق المسألة هنا بترتبط بشيء مهم جدا لحماية الصورة أيوة لحماية الصورة لأنه من الأشياء الغاية في الخطورة أن تضيع الصورة من صانعيها وأن تصرق ويلتف حولها من خلال سلوكيات بعض صانعيها والذين أسهموا فيها ليه؟ لأنه دي مشكلة خطيرة لما نحترف صناعة الفرقة والانقسام والاستقطاب والتنافي والاستبعاد والاستغناء وكل طرف يستكفي بنفسه ويخلق سياك حواليه كل هذه الأمور أشياء خطيرة لا يمكن إطلاقا قبولها في العمل المجتمعي اللي بيعبره لأن من متطلبات الصورة أن احنا نعمل تعاقد سياسي ومجتمعي جديد إذا كنا في هذه الحال مش ممكن أبدا نعمل تعاقد سياسي ومجتمعي جديد ولذلك القوة النعمة اللي تحمي هذه الثورة هي القوة التي تتعلق بصناعة التوافق والاقتلاف الذي يمكن أن يسود هذه القوة الثورية صاحبة المصلحة في هذه الثورة وتحقيق أهدفها والحفاظ على مكتسباتها لما بنتكلم على كده يبقى بنتكلم على ألية أيوة وهو ما فيش حماية وهدف من غير أليات ومقدمات الواجب بتقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب علشان كده من أهم المقدمات المهمة ألية مهمة جدا اسمها ألية الحوار المستدام إيه حكاية الحوار المستدام الحوار ده لابد أن يتحول إلى ألية مجتمعية الحوار ده هو جزء من التفاوض الاجتماعي والتفاعل الاتصالي ما بين أعضاء المجتمع الحوار ده يعني قنوات منفتحة نستطيع من خلالها أن نعبر عن أرائنا وأن تصل إلى هذه الأراء إلى صاحب الأم وصاحب الصدر لا بقى ده مسألة مهمة بقى إذن حينما تصدق هذه القنوات التي تتعلق بالحوار أو تمتنع فلا تكون ولا تتوفر وحينما تحدث هناك جلطات في هذه القنوات الحوارية ده شيء خطير على المجتمع أظن عملية الانسداد المجتمعي دي مسألة خطيرة جدا شأنها شأن كل الأمراض اللي بتصيب الإنسان ما هو فيه أمراض تصيب الإنسان وأمراض تصيب المجتمعات منها الانسداد الاتصالي منها الانحراف الاتصالي مش قادرين نفهم بعض ولا قادرين نتعلم من بعض ولا قادرين نسمع بعض هذا هذه مسألة شديدة الخطور قلية الحوار المستدام تعني تنوع هذه الحوارات تعني انفتاح هذه الحوارات والقدرة على أن يكون هذه الحوارات استثمار هائل في هذا القطور إذن لما بنتكلم على الحوار فبنقول الحوار إيه؟ الحوار قبار والحوار اختيار والحوار مصار والحوار أكبر وأفضل استثمار لما بنقول ده إحنا عاوزين نجرب في الدستور هل إحنا عندنا القدرة على أن نحدث هذا التوافق والوصول إلى حماية الصورة إلى بر الأمان نعم إن شاء الله مصر بخير طول ما أهلها بخير وبيفكروا في حماية هذه الصورة واستمراريتها والحفاظ على مكاسبها وأهدفها سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر